وقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكرون كون الأنبياء معصومين لا ينفي صفة البشرية عنهم فإنهم بشر يعرض لهم أحياناً ما يعرض لسائر الناس من النسيان والمرض والجوع والخوف وغير ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله الأنبياء يجوز عليهم المرض والجوع والنسيان ونحو ذلك بالإجماع ولا يقال هذا تنقص منهم انتهى كلامه ومن شواهد ذلك نسيان آدم عليه السلام حين جاءه ملك الموت فقال له آدم ألم يبقى من عمري أربعون سنة فقال له ملك الموت أولم تعطها ابنك داود يعني أصل القصة أن آدم عليه السلام كان قد أخبره الله بأن عمره ألف سنة ومسح على ظهره فأخرج ذريته إلى يوم القيامة من ظهره عليه السلام ورأى في أحدهم بريقا وميضا لمعانا يعني جمالا فقال من هذا؟ قال ابنك داود عليه السلام فقال كم عمره؟ قال مئة قال الله له كم؟ عمر بنه داود مئة فقال زده يعني زده في عمره فقال لا إلا أن أزيده من عمرك أنت يعني ينقص من عمره من عمر آدم عليه السلام فقال نعم فأعطاه أربعين سنة فلما جاء يعني مر ألف سنة إلا إلا أربعين جاءه ملك الموت وكان الله سبحانه وتعالى قد كتب هذا على آدم وأشهد الملائكة فجاء ليقبض روحه فقال أولم يبقى من عمري أربعون فقال له الملك الموت أولم تعطيها ابنك داود فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فنسي آدم فنسيت ذريته أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح ومن ذلك أيضا خوف إبراهيم عليه السلام فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة وفي قصة سحرة فرعون ماذا قال الله فأوجس في نفسه خيفة موسى ومن ذلك أيضا سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصل الظهر خمسا خمس ركعة وقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروني الحديث أخرجه البخاري ومسلم إلى غير ذلك من الشواهد الدالة على بشرية الأنبياء الأنبياء عليهم السلام وهي أيضا في نفس الوقت لا تنقص من أقدارهم ومنزلتهم الرفيعة عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم